موسيقى موسيقى أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض تيفي وحلقة جديدة من حلقة التوقعات النهاردة معنا توقعات مهمة جدا من توقعات ميشيل حيك للدول العربية والدول العالم التوقعات اللي لسه ما تحققتش قبل ما نبدأ حلقتنا يريد تعمل لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل المتابعين ومحب التوقعات وأيضا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا بيتوقع ميشيل حيك ان ابن بن لادن جاهز وزير دفاع عربي يتخطى صلاحيته وانتقال ظهرة اطلاق الرصاص على الأفراد في المدارس والجماعات والكنائس في أمريكا إلى منطقتنا ظهور نسخة جديدة من داعش وصور جديدة من موسم الحج تعلق في الأذهان ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها غزو الرقص الشرقي إلى الشرق والغرب اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم سقوط طائرة عربية ومشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط تهديدات لرئيس وزراء بريطانيا تبقى فقط كلاما جمهور المغنية أدي ليصاب بصدمة الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة ما سيحدث في قصر باكنجهام لم يحدث سابقا شعبية رئيس ماكرون على المحك خبر مثير عن السيدة الفرنسية الأولى فرنسا ورئيسها في خطر ويختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مصرحا لعملياته خط هتلر والنهزية على الساحة الألمانية من جديد أنجيلا ماركل ووضعية مقلقة على مرأة من جمهور على موعد مع نكبة كارثية في عالم المواصلات استهداف مركز حكومي في إيطاليا حالة من الظعر في إيطاليا وخلل في فريق ريال مدريد غيمة سوداء في أفق الطيران الأسباني وما سيحدث بين أسبانيا وكتالونيا سيشبه ربيع العربي فضائح في البيت الأبيض ومغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤوم كشف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية أكتر وأكتر لم ينتهي بعد دور أوباما بعض من الظعر في وول ستريت وخطر يهدد حياة جو بايدن مسلسل أبراج الأمريكية لن ينتهي ومجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثقر خارجها طوارئ على أرض أحد المطارات الكندية انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة صاروخ من كوريا الجنوبية حدف تحريك ملف السلام بمفهوم جديد وكوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم وتبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الإرهاب مصر على إثبات وجوده في أستراليا حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من أستراليا بعض تعدي على القوانين الأساسية يجعل المهاجرين لإعادة حسابتهم للهجرة من أستراليا وإليها علامات تجارية كبيرة منها شركة أمازون برسم الاهتزاز انقلاب ببورسة النفط الانتربول حدث يتحول لحديث للناس الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الأرض الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال صدمة بين مغاردي تويتر بعد مشكلة أحد فروع سترباكس وغيره من مجال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة أضواء العالم على اسم بيلي مؤسس فيسبوك وعائلته في قضية كبيرة يوم الجمعة الذي يصادف 13 من الشهر سيشهد حادث أليم ليثبت اعتقاد يوم 13 الشؤون أما توقعات إدول العربية لمشيل حيك بيقول أن بعض خصوم سوريا سيشاركون في أعمارها واحتمالات كبيرة في فولك ماهر الأسد ولن يبقى الجولان جغرافيا جامدة وستفيق سوريا على خبر مرتبط بالدبلوماسية العالمية لم تسمع به من قبل ارتفاع العقارات السورية وإدلب أرض الدماء والدموع الموثل السوري جمال سليمان بدور غير تمثيلي الأمين العام لجامعة الدول العربية في ورطة الرياضة المصرية رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية يستعد وليل عهد السعودي محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة واسم وليل عهد يشغل بال المملكة عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها وأحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة والمطلوب من أمن وليل عهد السعودي تأمين نجاته هذه المرة أيضا عفوا ذهبي سعودي على رأس القلم الملكي التصعيد الإيراني السعودي سيحبس أنفاس العالم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكم قدسكم ولنا قدسنا انتقال الشؤم إلى الرؤساء بايدن ونتنياهو ومحمود عباس تنقلب الأدوار في قضية تعنى بالمسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا أبدا ومحاولة جديدة لجعل الإسماعيل هنية بلا صوت تحركات تجعل الآخرون يحسبون حساب كبير عهد جديد من التحديات لعهد التميمي داخل السجن وخارجه وإطلالتها تحرك الشارع في الوقت القريب لن يعود تيران الحرب الإسرائيلي سالما دائما ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية خصوصا من ناحية الرياضة والفن والثقافة مشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية في إسرائيل كل شيء حيتغير مع تغيير الحكم في الجزائر تكثر أرهانات على شخصية عسكرية جديدة جزائرية أمير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس مصالحات بين الإخوة العرب هزى في الكويت وتقص أوروبي فيها تشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصة واسعة في أفق الملك عبدالله أمرون الأول يقود إلى مصالحة تاريخية عاصة على كثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن شوارع البحرين وبعض معابرها غير آمنة استهداف مرفق حيوي بحريني تنقلم الأمور رأسا على عقب في السودان انتهاكات للدور اللي بيلعبه غسان سلامة في ليبيا حرية سيف الإسلام القزافي ليست مضمونة وتنطلق ورش الترميم وإصلاح في ليبيا حفتر في مهاب الخطر والريح والربح معا إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية والمغرب وجهة استثمارات ورؤوس الأموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم مفعيل السياحة والفن وجمال أقوى من الإرهاب في المغرب الفنون التونسية إلى العالمية تتصدر المرأة التونسية الوجهة السياسية الانتخابات البلدية المقبلة في تونس تحدث تغييرات مفاجأة في أداء السياسيين ولمستقبل الانتخابات أيضا للرئيس التونسي تتعافى تونس ماليا واقتصاديا بعد الانهيار الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر وصدمات تطال الدبلومانسية الإماراتية في الخارج حوادث مؤزية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات صدمة في صفوف الحجد الشعبي في العراق ومواقف وتصريحات لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البدلة العسكرية اشتعال البرلمان العراقي نتائج المعركة التي ستحدث في صنعاء لن تنهي حرب اليمن ولادة رؤية إيرانية بمواجهة الرؤية السعودية وصراع بينهما قائد الحرس السوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي الذي سيفتح أفق الانتقام المشكلة في إيران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الإغتيالات والإعدام يسعى أمير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات صور بين السعودية وقطر تجمع ملكا وأميرين صفحة جديدة للحكم القطري الطائرات تحلق فوف قطر وتكثر قصص أردغان الغريبة والخيالية داخل القصر وخارجه مخططات لاستكمال النايل من زعامة أردغان الخطر يسبح في المياه التركية وبكده نكون وصلنا معاكم لختم حلقة النهاردة من أهم توقعات ميشيل حيك للدول العربية والدول العالم والتوقعات اللي لسه ما تحققيتش على أرض الواقع بنتمنى يتحقق منها الخير وما يحصلش أبدا أي توقعات سيئة لأي دولة عربية وإسلامية بشكرا لكم على حسن متابعاتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة واشوفكم بكرة على خير ودومتم بكل الخير والحب والسعيد اشتركوا في القناة